حققت مملكة البحرين إنجازاً جديداً على الصعيد التعليمي تمثل بحصول 32 مدرسة من مدارس مملكة البحرين على اللقب العالمي للمدارس الحاظنة للتكنولوجيا يتي ذلك إثر مشاركتي في البرنامج المقدم من شركة ماكروسوفت العالمية والذي يهدف إلى رفع كفاءة العملية التعليمية في المدارس إنجاز جديد يضاف إلى قائمة إنجازات مملكة البحرين المتمثل بحصول 32 مدرسة من مدارس مملكة البحرين على اللقب العالمي المدارس الحاظنة للتكنولوجيا ما يؤكد على أن الجانب التكنولوجي أصبح جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية وضرورة الاهتمام بتسريع عمليات التحول الرقمي والسعي نحو تعزيز الثقافة الرقمية وبناء مجتمع وفكر رقمي والذي يأتي بتوجيهات ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حيث يدعم البرنامج المقدم من شركة مايكروسوفت العالمية المؤسسات التعليمية وعلى رأسها المدارس لتطبيق طرق واستراتيجيات تعليمية معاصرة وحديثة تدفع بعجلة التطوير المستمر والإبداع في فضاء التعلم وتحسين نتائج الطلبة ومواكبة مهارات القرن الواحد والعشرين من خلال تعاون جميع الكوادر المدرسية وقد أشرف المركز الإقليمي للتكنولوجيا المعلومات والاتصال على 52 مدرسة وتابع تأهيلهم للحصول على الأقب من خلال بدء رحلة من الدعم والتدريب مع المدارس المختارة في الحصول على شهادات عالمية للمعلمين وللطلبة إن الدور المتعاظم لتكنولوجيا المعلومات والاتصال دفع العالم الجديد ببيئته الجديدة ووسائله أن يفرض على التعليم التطور والتغير المستمر شكلا ومضمونا وهو ما تواكبه مملكة البحرين بخطا متسهرعة